طيب الفابراكا هي السياسه العامه لقنوات الاخوان الارهابيه خصوصا انهم ما بيالوش حاجه يقولوها قدام انجازات الدولة المصرية فاحنا طول الوقت نشوف محاولات اخر محاوله جديده واحنا اللي بنقولوكو عليها هي كتعة الصفحه الرسميه لقناه مكملين اللي بيستخدموه عشان شوية اكاذيب برضو اشعاعات ما تدورش الصفحه نشرت بوست البوست ده بيقول ايه انه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي قال اننا ازلنا 30 مسجد لاتمام محور المحمودية وان الدولة هتزيل 70 مسجد تاني عشان يوصل الطريق للبحيره طبعا كلنا سمعناه كلام سياده الرئيس في افتتاحات او الافتاح الاخير للمشروعات اللي كان بتحصل في الاسكندرية من كام يوم وده ما حصلش قامت قنوات الاخوان الارهابيه خدت التصريح وقطعته لانه سياده الرئيس قال ان المحور ده هيوصل للبحيره وانه كان فيه 30 مسجد وتعديات كتير وتم ازالتها وتعمل غيرها رغم انه حصل تشكيك وقالوا بيهدوا الجوامع رغم اننا هدينا عشان نعمل مصلحه نبني مساجد مظبوطه وده اللي تقال نصا في تصريحات الرئيس خلال افتتاح محور المحمودية والمشروعات القومية والساده الرئيس قال تحديدا ان البحيره فيها 77 جامع مخالف على حرم الترع وسأل هل اللي عايز يبني حاجر ربنا وهاذي ربنا ويعمله بيت يسرق ارضه وتاني اكد الرئيس انه بالرغم من كده هنشيلها ونعمل مكانها ودي مش اول مرة يرد فيها ساده الرئيس على موضوع مساجد محور المحمودية واكد انه اي مسجد فيه مصار المحور هيتم بناءه مرة تانية طبقا للاصل واحسن الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوه في مدارية الاوقاف الاسكندرية اعلن انه في ستمبر 2019 تم بناء 14 مسجد كبير بخدمات كتير على محور المحمودية بعد ما كانت ايه المساجد اللي تم ازالتها كانت مجرد زوايا سويرة مكانش فيها طبعا خدمات مكانش فيه خلينا نتكلم بمنطقة الصراحه معظم المساجد اللي كانت بتتعمل دي كانت بتتعمل مفيش يعني دورات للمياه او مكان للوضوء بشكل جيد ومع ذلك تبنى بدلها طيب ده اللي حاولوا يعملوه وانه هم يحوروا فيه كلام ساده الرئيس اللي يعني طبعا كالعادة زي ما هم بيعملوه انه هم بيتجرب الدين والتدين وخلاص والاسلام يعني ودنه بريء تماما من السرق او ان يكون فيه ازا على الطريق اشتركوا في القناة